شكراً السيد الرئيس، سيدات أستاذ المستشارين المحترمين شكراً السيد المستشار على السؤال نبغي نذكر بأن البلاد ديالنات التوفر على 25 مطار 19 مطار من هذه دولية طاقة ديالا استيعابية 39 مليون مسافير في السنة سجلت الحركة ديال النقل الجوي سنة 23 27 مليون مسافية يعني ارتفاع قدره 32% مقارنة مع 22 وبزيادة ديال 8% ديال سنة 2019 كالسنة مرجعية قبل الجائحة بالنسبة للمطار الضربيضاء عالج أكثر من 36% والتي تعالج أكثر من 36% من إجمالي حركة النقل الجوي الوطني استقبل حوالي عشرات مليون المسافيرين بزيادة قدره 32 مقارنة مع 22 ومازال كين واحد ننخفض بالنسبة للمطار الضربيضاء بالنسبة للمطار الضربيضاء باش نلائموا التاقع الاستيعابية للمطارات بالصفة استباقية للحاجات المستقبلية للحركة الجوية تتوفر بلادنا كيف قلته على مخطط مديرين المطارات تأطر برامج المكتب الوطني للمطارات باش يرفع منطقة الاستيعابية دياله وفي هذا الصدد تقوم المطار المكتب حاليا باشغال المحطة الجديدة لمطار ريباطسالة وتيحضر باش يبدأ في الاشغال ديال المحطة ديال تيطوان وباش هوك بخريطة طريق القطاع السياحة واحد النمو السريع اللي عرفوه بعض المطارات تستعد المكتب باش ينطالق في التوسيع ديال المطارات تنجاو أقادير ومركش تعمل أيضا المكتب على إنجاز دراسة تخص توسيع مطار الضربية بهدف مواكبة المخطط الاستراتيجي لشركات الخطوط الملكية المغربية لموضوع العقد البرنامج الجادي 23-37 بين الدولة والشركة وللتذكير فإن هذه المطارات المغربية تعزت الشبكة ديالها خلال السنوات الأخيرة بالمحطة الجديدة ديال المراكش سنة 2016 بالمحطة الجوية الجديدة ديال الفاسيس سنة 2017 خلال 2017 تم فتح المحطة الجوية واحد لمطار محمد الخاميس وأيضا محطة جدود أخرى بكل من مطارات قلميم والراشيدية وزاقورا بالإضافة إلى مطار النضور سنة 21 وفي انتظار إنجاز المحطة المطارية الجديدة تقوم المكتب أيضا بمجموعة من تحسين السريعة الإنجاز باش يقدر يرفع من السلاسة ديال المعالجة ديال التدفقات ديال الركاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة في هذك المطارات اللي عرفة اليوم واحد لارتفاع قوي في الرواج جيلها شكرا